اهلا بحثاتكم من جديد الاداء الفني او البدني في الحقيقة فكل المباراة صعبة بكل التأكيد النهاردة الفريق كان بيستعد لهذه المباراة من خلال مران صباحي زي ما حدركم شايفين دلوقتي كده على الشاشة دي لقطات من هذا المران والمران قبل الاخير اللي بيستعد من خلاله النادي الاهلي لمباراة الانتاج بعد بكرة بإذن الله تعالى على استاذ الاهلي والسلام المباراة تكون سبعة ونصف مساء مستر بيتسو مسماني كان عنده محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران واتكلم معاهم في بعض الأمور الفنية اللي بتتعلق بالفريق اللي هنقبله وهو فريق الانتاج الحربي وبعض نقاط القوة والضعف وكيفية مواجهة هذا الفريق والشكل التكتيكي والخطط اللي حيلعب به النادي الاهلي في هذه المباراة وده أمر أكيد غاية في الأهمية ده يعني في إطار المحاضرات المتتالية بالنسبة لمستر بيتسو مسماني مع اللاعبين والراجل دايما بيركز على المحاضرات بشكل كبير أو بيحب بيتكلم مع اللعبة كتير وده أمر جيد في الحقيقة